الرباء العراقي فارس سعدون يحقق برونزية توكيو لرفع الأثقال وهذه المرة خلفاً لجراح نصار الذي حقق يوم أمس الفضية اليوم فارس حسون برفع الأثقال يحقق برونزية فارس حسون هذه ليست المرة الأولى ليحقق هذا الإنجاز فسبقتها ذهبية في أثناء وذهبية في بطولة العالم في بوسان وأيضاً فضية في لندن وثلاث برونزيات في بطولة العالم وبرونزية في آسيا بطولة آسيا في جاكارتا واليوم يحقق برونزية في بارالومبياد توكيو مثل ما تشاهدون هذه الرفعة التي جلب بها فارس البرونزية للعراق وطبعاً هذه ذكرنا لكم هو ماذا حقق سابقاً وما زال مستمر مع بقية زملاء الأبطال وهم يحققون البرونزية والميداليات الملونة واحدة والأخرى وهم يثبتون دائماً بأنهم خير من يمثل البلد في كل البطولات في كل الأولمبياد في آسيا لم يذهبوا مرة واحدة ولم يجلبوا فيها ميدالية فتحية لهؤلاء الأبطال تحية لهؤلاء الشباب الذين ما زالوا بهمتهم بإصرارهم يرفعون علم البلاد عالياً ويقفون على منصات التتويج وهم يتوجون بالذهب والفضة والبرونزية وبكل ما تشتهي الأنفس من الألوان من الميداليات التي يتطلع العالم أجمعاً بأن يحقق هكذا ميداليات فمبروك لفارس حسون وهذه هي لقطة التتويج مثل ما نشوف مبروك إلى مبروك لمدربة مبروك للوفد الموجود فرحة كبيرة ونحن نرى هؤلاء هم فرحتهم الكبيرة وبالمقابل يفرحون العراقيين يفرحون الجميع بهذه الصولات والجولات في آسيا والعالم